سلام تول مانتونا تكونوا كلكم بخير وعلى خير في حال دي ما اليوم ان شاء الله هو تحت طلب ديالكم بزاف منكم تلوطوا مني هاد النوع ديال السابلي اللي هو البرتزو اولا سابلي البرتزو هاد السابلي هاده كيتباع في المخابز الكبرى والتمن دياله جد مرتفع يعني كيتباع بتمن غالي بحكم ان المداق دياله كيكون مميز كيجي على الطيبة ديال حلو ملح تيجي بالمداق ديال ملحو حلو هاده هو المميز هاد السابلي هاده كان بزاف ديال الوصفات ديال هاد السابلي ديال بريتزو في المواقع التواصل الاجتماعي ولكن اليوم ان شاء الله غدي نشارك معاكم الوصفة الاصلية لتحضير هاد السابلي ديال بريتزو باش تحصلوا على نفس المداق نفس البنة نفس الهشاشة والتقرميشة والقوام اللي كتشروا به هاد السابلي هاده من اكبر المخابز كيتقام عليكم مرخيص مني كتصوبوه في الدار حسن ما تشدوه او لا تشريوه بتمن غالي من المخبزات وبطبيعة الحال من كتصوبوه الحاجة في الدار كتتأكدو انها حاجة نقية اعطوها لحبابكم لوليداتكم قدي نشارك معاكم اليوم ان شاء الله وصفة جد مميزة معاقع الاسرار والنصائح باش تحصلوا على بريتزو او السابلي بريتزو بنفس الجودة والمداق والبنة اللي كتشروه بها من على براء الفيديو دياليومه كله افادة ابقوا معايا ان شاء الله من الول حتى الاخير ديال الفيديو باشوفوا المكونات وطريقة تحضير السابلي بريتزو اول حاجة غدي نبدأ به ان شاء الله هي العجينة ديال السابلي تقدروا تعجنو في عجانة في حالي باش تربحوا الوقت كيف ما يمكن لكم تعجنو في قسرية او لفئنا ابيديكم غدي نحتاج هنا مئتين وخمسين غرام ديال الزبدة من اصل حيواني من نوع ممتاز تكون زبدالينا او لب درجة حرارة المطبخ نوعية الزبدة كتلعب دور في البنة ديال هاد البيسكوي هذا او لهاد السابلي غدي نزيد عليها ثمانية ديال واحدات تجيل جوبن مو ثلاثات كيف ما يمكن لكم تديروا الجوبن مربعات الناس المكيبغوش هاد النوع عدد ديال جوبن تقدروا تعوضوه بربعات المعالقة كبار ديال جوبن كريمي المكونات كلهم لعتكم استركونوا بدرجة حرارة غدي نزيد هنا مئة غرام ديال سكار سقيل او لسكار غلاسي ما يعادي الواحد نسكس العنباء او لثمانية ديال معالق كبار وغدي نزيد هنا يا ساشي ديال مستحضر الفلان بالنك هاد الكاراميل هاد الساشي الصغير اللي كيكون مسوس كيكون فيه جوجة لقرام انص هاد سر من اسرار انك هاد الهاد السابلي وغدي نزيد هنا يا قياس مئة وعشرين غرام ديال لوز مقلي بالملحة ومطحون يعني كتاخدوا اللوز اللي كيتباع عند موالين الزريعة تيبيع هكذا مقليب القشرة ديالو بالملحة يكون مقليب الملحة ملحة تاخدوا قياس مئة وعشرين غرام وكتطحنوه في الطحانة حتى كي يجي هكذا كعلي شكل سميدة رقيقة مش حتي تتلقى الزيس ديالو اللي عجينة غير كتسمدوها رقيق صلاعن بيو كتزيدو على هاد المكونات هادو هو اللي كي يعطي ذاك المداق ديال ملح ووحلو الخليط خدمت المكونات مزيان بالطراب حتى كتحصلوه على خليط كيكون هكذا كريمي كتخدموهم مزيان سواء بالعجنة وخليطة أولا في هاد المرحلة من يتخلطو المكونات مزيان غادي نزيد معلقة كبيرة ديال لجلوكوز كيف ما قلت لكم الجوبن ولوز من اللح مقليم ملح كي يعطيو المداق ديال الملحة السكار كي يعطي المداق ديال الحلاوة هادك Raglucoz هاد المعلقة كبيرة ديال لجلوكوز كتحطينا تقار ميشا لهاد السابلي كي يجي مرمله شي شوف وف نفس الوقت كي يجي مقار مش وسبب ديالتقار ميشا هو الاضافة ديال هاد المعلقة كبيرة ديال لجلوكو اضرب المكونات مع المكونات حتى تنسج ممزيلا سوف نزيد الدقيق بالنسبة للدقيق تحتاج الكمية قياس 300 حتى 350 غرام دقيق اهم شيء العجينة لا تكون قاسحة و لا تكون تريء تلسق في ليد تحصل على العجينة القوام ديالها كيكون ليين لا تكون بحال العجينة ديال الصابل العادي تكون شاد دراسها لا اذا كانت هذه العجينة شاد دراسها كتكونوا كتشكلها او كتقطعوها على شكل بريدزو ما غاديش اغاديتعدبكم في الخدمة من الاخر فانتوما كتحاولوا انكم تبدو كتزيدوا دقيق شوية بشوية دقيق خاصة بالحلويات كتبدو كتزيدوا فيه شوية بشوية انتم ما كتعجنو حتى كتحصلوا على قوام او العجينة اللي كتكون ليينة ما تكونش قاسحة ما تكونش كتلسق في ليد غادي نحاول انا ننحيدها من الكاس ديال العجينة ونوريكم القوام كتجي مرخوفة او ارتبار هكدا ما كتشقق موالو مني كتجمعوها ما كتحسوش بها انها واخدة كفيتها من دقيق لا صلاحا بي هنا كملت تحضير ديال العجينة غادي نقسم هاد العجينة من نص على جوج ديال الحساس غادي نجمعها في بلاستيك غدائي ونخليها نحتفظ بها علاجين باش ميضربهاش البرد ونبدأ كنخدم حصه بحصه هنا هاده هو هاده هو هاده القطاعه اللي غادي نقطع به هاده البيسكوي هاده كتكون هاده بحل شكل ديال كلوا هي شكل ديال بريدزل كتباع عند الناس كيبع لوازم الحلويات يجب تلقي طعال الولا عندي ديال العجينة ما تحتاجوش ان نكون بديرها في التلاجة كتخدموها كتعجنوها وديك الساعة كتطلقوها بالمدلك وكتبدو تشكلو فاعله شكل صابلي مخصوش تشكلو فاعله شكلو فانا هنا ها سرحتها شوية بيديه فرشت لها ورق الطاهي سرحتها شوية بيديه دلت فوق منها ورقة اخرى ديال ورقة الطاهي وغادي نبدأ نطلق فيها هكذا بالمدلك بالطول وبالعرض بشكل عمودي ووفقي حتى نحصل على صفحات ياللي عجينة هاده البيسكوي هاده اول هاده سابلي مخصوش يترقق بزاف ما تديروه شرخيق بزاف ومخصوش تاني يكون غليد بزاف باش ميجيش هاكذاك مخبز ومطبز يجي المنظر ديال وماشي زوين فحاولوا انكم تصرحوا هاده العجينة هادي بشكل او لابسومك يكون متوسط ما تكونش رقيقة ما تكونش تاني غليده خديد هنيا هاده القطاعه ديال بريتزل دي ما كتستاعنو بشوية ديال دقيق وغادي نبدأ كان قطاع ديال السابلي اولا ديال الحلوه هاده بشكل هاده كتشوفو هاده هو الهدف من اننا نبقاو كنزيدو دقيق شوية بشوية حتى نحصلو على عجينة بقوام لكيكون ارتب ليين ما تكونش بعانا دقيق ما تكونش قاسحة او اللاشات دفرسها باش مني نكونو كان نطبعو فيها او لا تكرشموها بهاد القطاعه هادي كتجينة سهله في الخدمه هادوك العوينات الدخلانيين ما كيمحنوناش مني كان ديرو القطاعه في العجينة كان نقطعو مني كان نهزو القطاعه ما كتحصلش لينا العجينة في القطاعه وكتهز حد صعيب هاد القطاعه انكم تحيدوا منها العجينة مني كانت ترشمها فهدا هو الهدف وكان نأكد على هاد نقطه هدي ما تزيدوش الدقيق بزاف حتى توقف العجينة خليوها طريه صلاعن بي اهنا يا صوب تلقيت على الولادي العجينة غدي نديرها فلاطة نغطيها بورقته وندخلها لمجمد شدراسها باش يجيني الديمولاج او اللي يجيني الخدمات هاد صابلي هادا سهلا خدمت القطاعه التانية بنفس طريقة ودرتها في المجمد هنا من بعد ما كتحسوا بالعجينة شدات راسها مزيان وجمدات صافي كان نقدر اني نتحكم فيها بسهولة مني كتجمد العجينة حيث فيها كمية مهمة دي الزبدة فكتجيكم سهلا مني كتكون جمدة وفي هاد المرحلة كتشوفو راه بسهولة تقدرو تجبدو القطاع دي السابلي هكدا بلا ما تمحنوا راسكم حيث العجينة كتكون طريقة فمن المستحيل انكم ترشموها وتهزو القطاع دي الساعة فكتخدمو به هاد طريقة كتكون عملية وكيكون شكل مفيني مزيان كتشوفو انني كنهز القطاع دي البيسكويت كنفصلها ونبدأ ندفع في هادوك العوينات دي السابلي ذوك الزوائد كنحيدهم باش كتحصلوا على قطاع دي السابلي بشكل دي البيزو هنيا الى صوتو البيسكويت او الهاد السابلي فالحال سخون فمنك تكونوا كتخدمو هاد تديرو هاد العملية هذي وكتحيدو القطاع دي السابلي من العجينة مني تحسو بالعجينة دي الكم بدات كتتتلق كترجعوها المجميد حتى كتشد راسها تاني ودهي الساعة كتخرجوها وتكملو الخدمة دي الكم عما الى صوبتو هاد البيسكويت فى اااااا ما كتطروش انكم تبدوو تخرجوه في العجينة ودخلوه موجميد بزاف دي المرات العجينة كتصبر معاكم حتى كتكملو الخدمة او للتحيادة هاد الحبات دي البيسكويت انا هنيا غادي نستمر بنفس الطريقة نخدم العجينة اللولة نحيد منها هاد القطاع دي البيسكويت والقطاع اللي حيدها كان نستفى في اللطة دي الفران اللي سبق لي وفرشت فيها ورق دي الطهي وهدوك الزوائد اللي كان حيد راه بتابعة الحال مني كي ياخدوا درجة حرارة المطبخ كان عاود نجمعهم على بعضياتهم بلا مدلكوهم بغير حاولو انكم تجمعوا العجينة حتى تولي مجانسة مع بعضياتها صلاعن بي كتصروحها بالمدلكع او التاني كترشموها بهذي القطاع ودخلوها لمجميد تجمد ودك الساعة تبدو تحيدوا في الحبات وكتخدموا بنفس الطريقة حتى تسلي وكميه دي العجينة اللي عندكم هنا من بعد مساليت تحصلوا على تشكيل هكذا سبق لي وشعلت الفران خليتو كي يسخن على درجة حرارة 140 سلسيوز شعل غير ملتحت المشكلة اهم حاجة يكون على 140 دراجة سلسيوز وكتدخلو السابلة للرف الوسطاني وكتخلوه كيطيب على خطر خطر وكنا كنا نعرفوه طياب ديال السابلة كيكون بالمهل وغير بشوية باش السابلة كيطيب من بره كيطيب كذلك من الداخل كيتدهب كياخد لون وكيكون مقرمش من الداخل كيكون مقرمش حتى من بره وهشيش في نفس الوقت هنا يجب التسابل يخليدو في الكوزينة حتى ياخد درجة حرارة المطبخ ويبرد من بعد ما كيبرد عادة غادي ندوز المرحلة ديال لغوباج او لألني نغلي فوق عندي هنا كمية ديال شكلات خلطت ما بين شكلات أسود 70% كاكاو وشكلات بالحليب انتو ما كتخدموا بأي شكلات عندكم بأي نوعية شخصيا مساوبة لدارنا يعني المالين تدار فا كان بغي نخدم بشكلات يكون نوعية مزيانة هنا خدمته فالغونا ازلت على هاد الكيميا ديال شكلات شوية ديال زيت نباتية ودرتوه في حمام مريه مخليته حتى داب هاداك الشكلات بهاد الشكل كيجي مطلوق مني كتزيدو ديك الزيت نباتية على الشكلات كيتطلق وكتقدرو تتحكمو فيه وما كيجملش لكم دغية ازلت على هاد الشكلات هادا هنا ازلت عليه شوية ديال لوز مهرمش ومحمر سواء كتخدمو باللوز كونكاسي كتخمرو في الفران او الليل عندكم ملوز صحيح كتفسخوه كتخمرو في الفران وكتهرمشوه وغادي نبدأ كنلبس في السابلي بهاد الشكلات هادا كي ما قلت لكم الناس اللي بغاوا يخدمو بهاد السابلي ياخدو طالبيات او لا كي يخدمو لي كوماند فانتو مكتخدمو بنوعية الشكلات او لا بديل الشكلات او لا للغلاساج على حساب الكليان شنو بغا على حساب الجودة اللي بغا فانتو مكتتحكمو في هاد المرحلة هدي شمن نوع ديالشكلات غادي تخدمو كي ما قلت لكم انا صوب طول ما لين تدار فما يمكنش ليندير شي حاجة اللي نوعية عيانة او لا رخيصة فكي نخدم باجود انواع الشكلات اللي انا غاياكلو غير اللي غاياكلو الوليدة غاياكلو اخوتي فكان صوب لهم ذاك شي يكون مزيان غادي نبدا كنغتص في السابليات هكدا بهاد الشكل كتخدمو غير جوج معلقات ولا جوج فورشيطات كتديرو كل حبا ديال السابلي كتحاولو انكم تغلفوها مزيان بالشكلات حتد قدامي واحد اللاطة فرشت فيها ورقة طاهي وغادي نبدا كان سقطر مزيان الجدان تغليب لأنهم تمت خدموا لطا باقة خدمت اللاطة الوله من بعد طريقة في lever طهي وغدي نبدأ نهز في القطع ديال الشوكولات من اللطة اللولة ونستفهم في اللطة التانية هاد العملية هدي كتخلينا نحصل على قطع ديال البيسكوي اللي كيكون مفيني مخدوم من دك الشرف يعني ما كيكونش البيسكوي الجناب ديالو عوجين بالشوكولات او للشوكولات خارج من شي جيهة ولا شكل ديالو ماشي هو هدك فالناس اللي ما عندهم الشبكة كتخدموا بهات طريقة كتستفو المرة اللولة في اللطة اللولة وكتبدو كتخدمو بلطة بلطة إلا خفتو أن الشوكولات يجمد ليكم كتخدمو ربعة بربعة ولا تمانية بتمانية كتهزوهم تاني قبل ما يجمد الشوكولات على السابلي وكتحطوهم في اللطة أخرى وكتخليوهم كي يبردو نحن هاد نستمر بنص طريقا بدأ نخدم بلطة بلطة ونحولهم اللطة الأخرى تنسيلي الكمية اللي غادي ندير بالشوكولات الكحل وغادي ندخل سابلي للتلاجة ونخليها حتى كي يبرد مزيان هاد الشوكولات باش كتحصلوا على سابلي بريدزو الشوكولات الأسود كي يجمد عليها هاد الشوكولات بنسبة النوع ثاني غادي ندير بالشوكولات البيض كما قلت لكم خدمت بشوكولات بلجيكي نوعية مزيانة هنا يا خدمتش بالشوكولات البيض غادي نزيد عليه شوية زيت نباتية بنفس طريقة باش يتطلق وجيني سهل في الخدمة وهدي ناخدو نديرو في حمام مريم حتى كي يدوب مزيان هاد الشوكولات كي يجي هكذا مرخوف كي يجيكم سوبل وسهل باش أنكم تعاملوا معه غادي ناخد شوية دي اللوز الكيمية دي اللوز لا غادي تديرو في هاد الشوكولات لا غادي تلبسوه تلبسو به هاد السابلي هادا كتبقى على حساب الاختيار تقدرو كدلك تعوضوا اللوز بكوكو الناس اللي بغاو يصوبوا هاد السابلي هادا بشكل اقتصادي تقدرو عواض اللوز ديرو كوكو لا في العجينة ولا حتى في الشوكولات في العجينة كتخدموا بدك كوكو اللي كي يبيعوه مالين زريعة كي يكون مقلي ملح اولا مقلي بالملحة كتقشروه وكدت تحنوه هكذاك على شكل مسمد بنفس الطريقة الى بويتو تصوبوه باللوز هكاك مقلي ام اللح هنيا غادي نبدا كنخدم بنفس الطريقة ناخد القطاع دي السابلي او للكيمية اللي بغايت نديرها بشوكولات البيض ونبدا كنغلف به هادا كنغلف السابلي بها ذاك الشوكولات وإلا لاحظو انا كانت كنحرك قبل ما نجل الحبه دي السابلي كنحرك باش كنطلع ذاك اللوز اللي كي يكون تحت وكي يجيبين في القطاع دي السابلي وغادي نخدم بنفس الطريقة من بعد ما خدمت اللاطة اللولا غادي نبدا نهز في الحبات دي السابلي ونديرهم في اللاطة خورا نقية حتى نسلي الكيمية كامل هاللي غادي ندير باللو البيض وبنفس الطريقة غادي ناخد اللاطة نديرها في تلاجة ونخلي حتى كي يجمد هادا كالشوكولات وكي يشد مزيان على السابلي حاجة مهم ما بغايت نشير لها نوعية الزبدة كتلعب دور كي ما قلت لكم في البيض كذلك الناس اللي ما بغاوش يديروا الفلان دي الكاراميل تقدروا تستغنوا عليه ما تديروه شغير هو راح في المخبزات راحيك الوصفات دي هادا كي يكون فيها الفلان دي الكاراميل هو اللي كيعطيه ديك النسمة وديك البنة الزوينة باش في الاخير كاتحصلوا على سابلي بجوج ديال شكيلات بشكلة الكحال أولا كلها بشكلة البيض على حسب الأدواق ديالكم على حسب وليداتكم شنو كي يبغيوا على حسب حتى القدرة الشرائية ديالكم ندير الشكولات الكحل كي جا رائع حيتخلط ما بين الشكولات الكحل 70% كاكاو وشكولات بالحليب فأعطوا واحد لماذا القازين مع ذاك اللوز هكذاك محمر كتشوفوا السابلي من الداخل كي جي فيه اللون مبرونزي زوين كي جي مقرمش وفي نفس الوقت هشيش يعني فيه واحد قرمشة وتبعها واحد لها شاشة وكي جي مرملة رائعة ما تشبعوش منه انتمنا من الناس اللي قربوا مني هادوصة تجربوها وتردوا علي الخبار متأكدها ترحموا لي الوالدين وغتولي عندكم معتمدة وغي يجيكم حسن بألف درجة من السابلي اللي كتشريو من المخبزات انتمنا كذلك الناس اللي قربوا الوصفة اللي وليا تعليق ديالكم في الفيديو كيفاش كانت النتيجة وشاركوا معي تطبيقات ديالكم في الصفحات ديالي في الانستوغرام ما بقال نقول لكم صحة وراحة إلا عجبتكم الوصفات ديال سابلي بريدزولز بدخلوش علي باللايك لكومنتر الناس ما مشاركينش معي في القناة مرحبا بيكم ما تنسوش تفعلوا جرس الاندار باش يصلكم الجديد كل مرة نترفع فيديو في يوتيوب الناس اللي ديالجا مشاركين معي ألف شكر نتلقى بكم إن شاء الله في فيديو الجاي على بخشن شاو